بيبدأ الفيلم مع مارتسيا اللي بيبقى شكلها غريب وهي بتحط ميكوب وبتخرج من المجال وبتتمشى هي واتنين مرعبين في الشارع ولما بتشوفهم الناس بتخاف وبتغفل الشبابيك وبتمشي مارتسيا واللي معها لحد ما بيوصلوا لحفلة زفاف وهناك بنشوف جوماز اللي بيتخض على شاب ما بيلاقيش الخاتم اللي هيقدمه لمرتسيا لكن بتيجي ايد مقطوعة وبتدوله الخاتم وبتبدأ مراسم جوازهم بس فجأة بتيجي ناس كتير جدا عاملين مظاهرة ضدهم وبيهتفوا برحيل عيلة ادمز اللي بيحاولوا يدفعوا عن نفسهم وبيستغل جومز الفرصة وبيهرب هو مارتسيا علشان يروح يعيشوا في مكان بعيد وبيركبوا عربية وبيبدأوا رحلتهم ولما بيسأل جومز مراته عن سبب حزنها بتقوله مارتسيا انهم ماينفحش يفضلوا هربانين للأبد لانها عايزة تكون اسرة واطفال ويبقى عندها بيت كبير فبيوعتها جومز انه هيجيب لها بيت جديد وكبير ويحقق لها كل احلامها وبتشاغل الايد اللي بتسألهم العربية اغانة وفجأة بتغبط حد في الشارع فبينزل جومز مع مارتسيا علشان يتطمنوا على الراجل اللي اتخبط وفجأة بيشوفوا بيت مخيف على قمة جبل فبتقول مارتسيا ان ده اجمل مكان ممكن يعيشوا فيه ومرة واحدة بيفوه الشخص اللي اتخبط بعد ما تحول لزومبي فجومز بيديله الشنطة علشان يمشوا وراهم وبيوصلوا للبيت اللي بيلقوه مسحة مهجورة ولما بيدخلوه بيلقوه غامض ومرعب وبالنسبة لهم هو ده البيت اللي نفسهم يعيشوا فيه وفجأة بيسمعوا صوت مرعب بيطلب منهم يسيبوا البيت لكنهم ما بيخافوش وبيكرروا ان ده البيت اللي هيعيشوا فيه وبيتصوروا وبيكتبوا على الصور عائلة ادمز وبيخلفوا ولد وبنت وبعد 13 سنة بتفتح مارتسيا الشباك وهي فرحانة بالامطار والغيوم لان ده الجو المفضل بالنسبة لها وكمان بتسمع الصوت المرعب وهو بيطلب منها تسيب البيت لكنها ما بتهتمش بيه وبتطلب من الزومبي اللي اسم لاريتش يحضر لها الفطار وبتصح الشجرة المسحورة بنت مارتسيا اللي اسمها وينيس دي واخوها بوكس اللي بيرمي فاس على اخته لكن وينيس دي بتمسكها وبتتاريق عليه وبتقوله اني نفسها حاجة جديدة تحصل لانها حاسة بالملل وبتروح عند بوابة البيت لانها سمعت صوت جاي من بره وبيبقى سبب الصوت ده بنت صغيرة راجب عجلة وبتمشي البنت دي لانها خايفة من شكل البيت اما بوكزل بيركة بالصاروخ اللي صنعه بنفسه وبيطير بيه في السماء وبيلف بيه حوالين البيت ولما والده بيحضر وبيرمي بوكزل عليه قنابل ومتفجرات علشان يلعب معاه بعد كده جومز بيزعق لابنه لانه ما بيتمرنش علشان الحفلة وبيقوله ان ده اهم يوم في حياته علشان يقدر ينضم لعيلة ادمز وبيعرفوا ان اليوم ده بتكتمح في عيلة ادمز كلها علشان يقرروا هل هيبقى واحد منهم ولا لا فبوكزل بيقول والده ان المبارزة بالسيوف حاجة قديمة ومملة وانه بيحب القنابل والمتفجرات علشان كلها اصارة ومتعة فبيقوله الاب ان المتفجرات ممنوعة في المسابقة وبياخد منه كل القنابل اللي معاه وبيعرفوا ان العيلة ما تجمعتش من 13 سنة وانه هم هيجوا من كل انحاء العالم علشان يشوفوه هو بيتبارز بالسيوف وبيقعد جوميز مع مرتسيا واولاده على الصفرة علشان ياكلوا وبتتكلم مرتسيا مع جوميز عن اجتماع العيلة وبتسأله عن المكان اللي ممكن العيلة تنام فيه لان عددهم كبير جدا فبيقول لها جوميز ان لارتش ممكن ينضف لهم الحديقة ويناموا فيها كمخيم صيفي وفجأة بيدخل من الشباك اخ جوميز اللي اسمه فاستر وبيرحب بجوميز بكل سرور وبيعرف مرتسيا ان هو طلب من اخوه ييجي قبل الاحتفال علشان يساعد بوكزيل في تدريباته على المبارزة وبتقول مرتسيا الفاستر انها لو تعرف ان هو هيوصل بدري كانت حضرت له القبو علشان ينام فيه فبيقول لها فاستر ما تشغلش بالها لانه هينام في اخر دور في البيت وبيفضل بوكزيل يلعب مع الاسد كانه حيوان اليف وبتسأل وينيس دي مامتها اي اللي موجود بره البيت لانها سمعت صوت جاي من بره فبترد عليها مامتها وبتقول لها ان ما فيش حاجة عايشة بره البيت وانها بتتخيل الاسوات دي وبتسألها ليه ما بيخرجوش بره البيت مع الرغم ان عمها بيروح للمكان اللي هو عايزه فبترد عليها مامتها وبتقول لها انها لما تكبر ممكن تسافر براحتها لأي مكان هي عايزها وبيوت خلرتش المطبخ وبيفتح التلفزيون وبتفرج على برنامج بيحول اي بيت قديم لبيت جديد وبتعرض مزيعة البرنامج بيوت للبيع بعد ما بتخلص اعادة بناءها وبعد ما التصوير بيخلص بتطلب المزيعة من المخرج يزود البلونات والاحتفالات اللي بتتعمل في اخر المشهد وبتوصل بنتها فجأة وبتقول لها انها شافت بيت قديم ومخيف على قمة الجبل فبتقول لها مامتها انها مش فضيلها وعايزة تصور البرنامج وبتسيبها وبتمشي في الوقت ده بيتمرن بوكزل على النشال لكن اخته بتتريع عليه وبتلقبطه فبيزعق لها بوكزل وبتعصب عليها فبترد عليه ونيس دي بكل برود وبتقوله ان هو مش مستعد للاحتفال وعلشان كده هي هتساعده وعملت له حفرة في الجنينة علشان يستخبى فيها وفجأة بتظهر قدامهم بلونة من البلونات اللي طارت من تصوير البرنامج لحد ما وصلت بيتهم فبتخدها وينس دي وبتروح لباباها ومامتها وبتقول لها ان اخوهم اختفق ومعددش لقياه فبتعرف الام ان وينس دي ده فانته وبتسألها عن البلونة اللي مسكاها في ايديها فبتقول لها وينس دي انها مش عارفها جات من ايه لكنها حبتها وتحتفظ بيها وبيخرجوا من البيت لما بيلاؤوا ان في ورق بينزل من السماء والورق ده بيبقى طاير من الاحتفال وبيخرج بوكزل من الحفرة وبيمسك ورقها علشان يعرف ايه ده وفجأة بيختفي الضباب اللي حوالين البيت وبتظهر المدينة فبتتدائق مارتيسيا من شكلها على عكس جزها اللي بيبقى متحمس وفرحان في الوقت ده بتبقى المزيعة بتصور البرنامج بتاعها ولما بتبص من الشباك بتتخض هي والمصورين لما بيشوفوا بيت عيلة ادمز اللي بيبقى شكله مخيف ومرعب وبنرجع لعيلة ادمز اللي بتوصل للمدينة وبتبدأ تستكشف المكان وبتترعب الناس وبتجري لما بيشوفوهم في الشارع ولما بيدخل جومز بحل قهوة بتخاف البياعة من شكله ومن شكل الايد المقطوعة اللي معاه وبيطلب جومز مين هيجرب بهواء القهوة اللي عندهم وبيروح يطلب من مارتيسيا تجرب طعمها وبيقابلوا في الشارع مجموعة من الاطفال وهما بيغنوا وبيرقصوا وبينضم لهم فاستر علشان يغن معاهم لكن بيخرج من جسمه خفافش كتير جدا فبيخاف كل اللي موجودين وبيهربوا وبتدخل عليهم المزيعة اللي اسمها مرجو وبترحب بيهم وبتعرض عليهم تغير بيتهم زي ما بتعمل في البرنامج بتاعها وبتوعيتهم انها تحولوا البيت جميل هيجب كل الناس وبتتفي معاهم انها تبقت زورهم بكرة بعد كده بترجع عائلة ادمز البيت وبيوري فاستر لبوكزل سيف العيلة وبيطلب منه يقوم بتقوس معينها مرسومة في كتاب كبير وده علشان يثبت ان هو قادر يدافع عن عيلته ضد اي خطر وساعتها يقدر يمتلك السيف وبيدي له سيف التدريب بتاع الاطفال علشان يتمرن به وتاني يوم بتوصل مرجو مع المصورين لبيت عيلة ادمز وبيبقى معاها بنتها اللي بتصور فيديوهات لمواقع التواصل الاجتماعي ولما بيدخلوا البيت بترحب بيهم عيلة ادمز وبتبدأ مرجو تتفرج علي البيت وبتقترح الحاجات اللي ممكن يجددوها فيه وبتوريهم مرتسيا حفرة عميقة جدا في البيت وبتخرج من جسمها عناكب كتير جدا بتعمل جسر على الحفرة علشان يعدوا للناحية التانية فبتعد مرجو هي والمصورين من على الجسر وهم مرعوبين جدا اما بنت مرجو بتتعرف علي وينيس دي وبتقول لها ان اسمها باركر وبتصارب باركر ان وينيس دي معندهاش تليفون وكمان مسكة كوس وسهم وبتنشل بيه على عمها وبتحكي باركر لوينيس دي عن زمائلها وعن المدرسة وهي خايفة منها في الوقت ده بيعترد جمز ومرتسيا على افكار مرجو في تجديد البيت وبتخاف مرجو هي والمصورين وبيهربوا لما بيسمعوا الصوت المرعب وهو بيطلب منهم يسيبوا البيت بعد كده بتروح وينيس دي تطلب من باباها ومامتها انها تروح المدرسة مع باركر وطبعا مامتها بترفض الفكرة لكن وينيس دي بتقنحها بحجة انها تروح علشان تخوف الاطفال اللي هناك وفعلا بتروح وينيس دي المدرسة وبتستغرب الاطفال من شكلها ولما بتشوف بنت وهي بتتنمر على باركر بتروح تتحداها انها لو عملت كده مرة تانية هتشوف منها وش مرعب فبتخاف البنت وبتمشي وساعتها باركر بتشكر وينيس دي لانها دفعت عنها الوقت ده بتبعت مارجورسالة لكل اهل المدينة علشان تخوفهم من عيلة ادمز وده علشان تطردهم من البيت وتستولع عليه لنفسها اما وينيس دي بتعلم باركر ازاي تعذب دفضع وبتتفرج بنات الفصل عليها وهما مرعوبين وفجأة بتضرب الكهرباء كل الدفاضة اللي بتقوم بتتحرك في الفصل فبيخاف الاطفال وبيجروا وبعد ما المدرسة بتخلص بتعرض باركر على وينيس دي وروحه يتمشه في المدينة وطبعا بتبقى مارتسيا الان على بنتها اللي لسه مرجعتش البيت وفجأة بتدخل مامة جومز من فتحة الدفاية وبتقولهم انها جات على سفينة كراصنة وبتوريهم الحاجات اللي سرقتها منهم وبتستغرب مارتسيا وبتسألها عن السبب اللي خليها تيجي قبل معاد الحفلة فبتقول لها انه جومز طلب منها تيجي بدري علشان تساعتهم في تحضرات الحفلة فبتتدايق مارتسيا انه جوزها عمل كده ولما بترجع وينيس دي البيت بتتدايق مامتها لما بتشوفها لابسة توكا في شعرها وبتطلب منها تشيلها لكن وينيس دي بتسيبها وبتطلع قضيتها فبتروح وراها مامتها وبتطلب منها تنضملها علشان يحضروا اروح بعد العشاء لكن وينيس دي ما بتهتمش بالموضوع وبترد على مامتها ببرود بعد كده وينيس دي بتزور باركر في بيتها وبتكلموا عن رد فعل مامتها لما شافت التوكا وبتقول باركر لوينيس دي انها بتتمنى ان مامتها تسيبها تلبس اللي هي عايزها وما تكبرهاش على حاجة فبترد عليها وينيس دي وبتقول لها انها تساعتها علشان تغير شكلها للاحسن اما مرتسيا بتتكلم مع والدتها عن طريق كرة سحرية وبتشكيلها ان بنتها بتكلمها ببرود ولا مبالاة فبتقول لها والدتها ان بنتها شبهها لانها وهي صغيرة عملت زيها وهربت مع فتيات الكشافة لكنها ملت ورجعت البيت وبتعرفها ان بنتها بتعمل نفس اللي هي عملته وهي صغيرة ومن ناحية تانية كان جومز واخوه بيدربوا بوكزل على المبارزة بالسيوف وبعد ما بيخلصوا بيقول جومز الاخوه ان هو حاسس بالفشل لان ابنه مش مستعد للحفلة ودي كارثة ولما بيسمحهم بوكزل بيزعلوا بيتأثر بكلام والده وبترجع وينيس دي البيت وهي لبسة لبس باركر وبتتعصب مامتها لما بتشوفها علشان سابتها وخرجت مع باركر وبتعقبها وبتقول لها انها مش هتخرج تاني من البيت ولا حتى هتروح المدرسة اما في بيت باركر بتترعب مارجو وبتصوت لما بتشوف شكل بنتها الجديد بعد ما حولتها وينيس دي لشكله مخيف ومرعب وبتقول باركر لمامتها انها تختار كل حاجة لنفسها فبتاخد مارجو من بنتها التليفون وبتحبسها في قضتها وبنرجع لوينيس دي اللي بتكرر تهرب من البيت ولما بوكزل بيشوفها من الشباك بيحاول يمنعها فبتقوله ان المكان ده سجن بالنسبة لها وهي مش قادرة تعيش فيه وبتتمناله التوفيق في حفلة بكرة وبعد ما بتمشي بتدخل مارجو على ابنها وبتسأله عن اخته فبيتوتر بوكزل وبيقول لها انها راحت لباركر ولما بتوصل وينيس دي لباركر بيحاول يدوروا على التليفون بتاعها اللي مامتها اخدته منها وبيكرروا يدخلوا قوضة الخياطة اللي مامتها منع اي حد يدخلها ولما بيدخلوا القوضة دي بيحركوا كتاب بيوديهم لمكان سر تحت البيت والمكان ده بيبقى مليان شاشات بترائب سكان المدينة بكمارات خفية وفجأة بتظهر مارجو اللي بتدائق جدا وبتحبسهم في قوضة لوحدهم وبيبدأ مخرج البرنامج يوجه الناس علشان يصوروا اخر حلقة لكن بيترعب لما بيلاقي ان عيلة ادمز منتشرة في كل مكان وساعتها بيكلم مارجو وبيعرفها اللي حصل مارجو بتبعت رسالة لكل سكان المدينة علشان يكتمعوا ضد عيلة ادمز المخيفة وبتحرطهم على الصورة ضدهم الوقت ده بيبقى جمز ومرتسيا بيستقبلوا العيلة اللي جات علشان تحضر حفلة بوكزل اما وينيس دي بتفتح الباب بدبوس الشعر وبتاخد برقر علشان تروح لبيتهم وفي بيت عيلة ادمز بتبقى العيلة كلها اكتمعت علشان يحضروا الاحتفال وبيقف بوكزل قدام العيلة كلها وهو خايف وبيبدأ الاختبار الاول وبيقلت كل صورة في الكتاب وبيقدر يوصل لاخر مرحلة وهي المبرزة بالسيوف لكنه بيقع على الارض وبيفشل في الاختبار فبيتأسف لبابا لانه خزله لكن بابا بيتأسفله بيقوله ان هو اللي خلاه يعمل حاجة تقلدية وناسه يخليه يعمل الحاجات اللي بيحبها وفجأة بيوصل اهل المدينة بقيادة مارجو وبيدمروا بيت عيلة ادمز بالمنجانيك فبيطلب جمز من ابنه ان هو يواجههم بالقنابل علشان يحمي عيلته لان دي اهم حاجة علشان يبقى واحد من عيلة ادمز وبيبدأ فعلا بوكزيل في رد الهجوم بالقنابل علشان يدمر الصخور اللي بتتريمي عليهم بالمنجانيك وبتمشي وراء كل العيلة علشان يخرجوا من البيت لكنهم بيتحصروا بعد ما بتخلص الزخيرة من بوكزيل بس فجأة بتظهر وينيس دي وبتخل الشجرة المصحورة تسحبهم واحد وردتاني وبتقدر تنقذهم من مارجو واتباعها وبيكتشف اهل المدينة ان عيلة ادمز مش متوحشين وان مارجو هي اللي شريرة وبتقول مارجو انها مش هتهرب من الناس اللي زيها تاني ابدا وبتكرر باركر انها تعيش مع عيلة ادمز وبتفضح مامتها وبتقول لأهل المدينة ان مارجو بتتجسس عليهم بقمرات مخفية في بيوتهم وبتصور باركر مامتها وهي بتشتم اهل المدينة وبيشوفها عدد كبير جدا من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقول لها المخرج ان البرنامج بتاعها وقف لان المنتج مش موافق يكمل معاها وبيعتذر اهل المدينة لعيلة ادمز على اللي عملوه وبيساعدوهم يرممو بيتهم وبيحاولو البيت جميل جدا وكمان بينجح بوكزل في الاختبار لانه انقذ عيلته وقدر يكون واحد من عيلة ادمز وفي النهاية لو حابين تسمعوا ملخص الجزء التاني قولونا في التعليقات ووصلوا الفيديو الاتبر عدد ممكن من اللايكات سلام